دعوني أعلمكم اليوم يا عيال اي 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 شفيه هذا؟ صقت علي وانا أسنب لكن شفتوا كيف دركت الطارق عموماً عموماً ما علينا نرجع الموضوعنا عملية تدريك الطارق الهجينة يا زينة هزيناه والله كن يتجواء أبشرك يوم حريص فيزة السواق طلعت كلها شهر إن شاء الله ويوصل ربي يخليك لي يا بو حريص ولا يحرمني مني ما بقى غير إنك تختارين السيارة وش رايك؟ والله ما عدري شور شارك أنا أقول تايوتا أكيد طبعاً بتكون تايوتا بس وش تحبين في تايوتا وش رايك نجي بسيكويا سيارة راسية عائلية وسنعة هالله يهداك يا بو حريص صل عيالك الواحدين في بيتها هالله يخليهم لنا ما في يلانا تجيب لي ساكويا طيب أفلون ولا برادو ولا أقول لك خلينا روح المعرض واخترح سنسيارة لعيون أمو حريص يحلالك حلالاه يا بو حريص حزامك يخبيص حبشر حبشر عمو بو حريص صرت كذا نظامي هذا لسلامتك يا ولدي عمو بو حريص نبدأ بأي معرض أول طبعاً ما يبيلها تايوتا وبس أنا أرشيح الإبجي للتطعيس والبران وتطلم أمو حريص أقول لك سيارة أمو حريص تقول تطعيس طيب طيب وش رايك بسيارة ايتي سيكس أقول افهم السيارة أمو حريص ما هي لك أول مرة أشوف هذه السيارة تايوتا بعد السيارة بتكون لزوجتي أبيها تكون مريحة وهاديا أنصحك بسيارة بريوس تصميمها عصري وانسيابي وهي من أكثر السيارات الاقتصادية اللي انتجتها تايوتا ها؟ اقتصادية؟ لأني ما تسحب بنزيم؟ اللتر الواحد يمشي لحد 23 كيلو لأن البريوس تجمع بين مطور كهربائي يمد السيارة بالطاقة لما تسوق على سرعات مخفضة ومحرك بنزيم يدعم القيادة على السرعات العالية ما شاء الله تبارك الله وهذا النظام يتيح استخدام إما محرك البنزيم أو الموتور الكهربائي الوحده حسب ظروف السواقة وبنفس الوقت يقوم المولد بشحن البطارية أثناء القيادة والله انها السيارة تنسانعة وبعد كهربائية عما بحريس يعني تشحن بالسلك مثل الجوالات اللي عندنا لا 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 ما يحتاج اسلاك لأن بطاريات البريوس تشحن تلقائيا وباستمرار وبالتالي ما نحتاج توصيلها بمصدر طاقة خارجي والله يا ولدي أخف التكنولوجي الجديدة سيانتها تكون مكلفة اتطمن يا استاد بحريس تكلفة صيانتها زي أي سيارة ثانية وبطاريتها مضمونة لحد ثمان سنوات أو مئة وستين ألف كيلو وفوق كذا في عرض خاص لو بتشتريها من موقعنا في الإنترنت تويوتا دوت كوم دوت اس اي وبنوصلها لحد البيت ها؟ سيارة كهربائية؟ وبعد اشتريها من الإنترنت؟ فجينيا على البيت ديليفري؟ ها محق لعبة مو بسيارة؟ هذه التكنولوجيا يا استاد خبيص البريوس لا يستهام بها تأخذ خط الرياض جدا بتانكي واحد حسب ظروف السواقة اي 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 عمور عمريس بس لازم نسميها اسم ياباني وش رايك نسميها ماروكو ولا يش رايك نسميها هكارو هكارو احسن يا ولدي خلينا نشتريها اول الحين بدخل على موقعهم اشتريها واستفيد من العرض واطلبها ديليفري على قولتك عيب والله ام حريص سامي ابو حريص تفضلي عبداللطيف جميل جابونا السيارة لحد البال رب ما يحرمني منك يا ابو حريص الله يهدي يا ابو حريص جاب عليك سيارة تانية يا المزيونة لا هذه سيارة ابو حريص توها واصلة جديدة من اليابان انا سيارة جديدة وصلت للتو من اليابان يعني تعرف عاداتنا وتستحمل ظروفنا بالطبع لقد تم تصميمي حسب اعلى المواصفات والمقاييس في المنطقة تفضلي ام حريص هذه سيارتك الجديدة يا زين هزينا الله يعطينا خيرها ان شاء الله هامين يا رب على العموم يا اهلا وسهلا بيكي انا اسمي الحديدة حياك الله يا ابنيتي انا اسمي المزيونة و انا اسمي بري اما بحريص خالتم بحريص لقيتها لقيتها بحكم انها مهجنة وش رايكم نسميها الهجينة تيوتا حافظ عليها بصيانة بلدها اشتركوا في القناة